شكراً لأخ الرئيس شكراً لأخ الرئيس وأن هناك إجراء كذلك مشدد من قبل الحكومة وأن كنا نشيد بالإجراءات أو الخطوات التي اتخذت من قبل الأخ معالي وزير الخارجية وكذلك مطلوب أن يكون هناك مطالبة لكل البرلمانات سواء الإقليمية أو العربية والإسلامية والدولية أن يكون هناك موقف حازم تجاه هذا العمل الذي فيه استفزاز لمشاعر المسلمين ونحن هنا كذلك من خلال الشعب البرلمانية وأيضاً البرلمان العربي يجب أن يكون هناك تفاعل لتشديد على هذا التصرف الجبان بعدم تكراره سواء في أوروبا وغيره من الدول التي